قال جهاز الامن العام الاسرائيلي الشباك والشرطة الاسرائيلية ان قنبلتين ضوئيتين اطلقتا على مقر اقامة رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو الخاص في قيساريا وسقطتها في ساحة المنزل ولم تتسببا في احداث اضرار وكذا بان صادر عن الاجهزة الامنية ان نتنياهو عائلته لم يكنوا في المنزل في ذلك الوقت قد قالت الشرطة والشباك ان القاكم بلتي ضاءة على بيت نتنياهو حادث خطير وانهما يجريان بل يجريان تحقيقا في الحادث وقد دان كل من الرئيس الاسرائيلي وزعيم المعارضة الاسرائيلية لابيد الحادث واعتبره خطيرا للغاية بدوره قال وزير الامن القومي تمام بن كفير ان التحريض ضد رئيس الوزراء تجاوز خطا احمر اخر وان الغد قد يشهد اطلاق رصاص حي اما وزير المالية بيتسل ايل سبوتريش فطالب جهزة الامن بالتصرف قبل فوات الاوان قائلا ان العنف يؤدي الى تآكل المؤسسات الاسرائيلية على حد تعبيره